وحدات الجيش تسيطر على مدينة الرصافة وعلى أكثر من عشرين بلدة ومزرعة في ريف الرقة الجنوبي وتبسط سيطرتها على 112 كم مربعا شرق تدمر سوريا تؤكد أن اعتداء طائرات التحالف الأمريكي على طائرة سورية في ريف الرقة كشف حقيقة الموقف الأمريكي الداعم للإرهاب واشنطن تسعى لإعادة التنسيق مع روسيا حول تجنب وقوع حوادث وسلامة تحليق طيران خلال العمليات في أجواء سوريا نشرت أسادس صباحا تأتيكم مباشرة من الإخبارية السورية أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على مدينة الرصافة وأكثر من عشرين بلدة ومزرعة بريف الرقة الجنوبي بعد القضاء على المئات من إرهابي تنظيم داعش وتدمير ست عربات وإحدى عشرة دبابة وعشر ما تسعة هاونات وراجمة صواريخ وأكثر من مئتي سيارة متنوعة وأضاف المصدر أن أهم القرى والبلدات والمزارع المحررة هي العيساوي جعيدين الكرادي خربة الميتاهة الصيان ضهرة نباج جب أبيض بئر أبو السنابل خربة علاوي الدخيل جب الغانم أبو سوسة جب عزيز بئر نباج وشارة نباج تل قليب وبئر قليب جب أفابوس جب مشرفة نباج تل العفطة رجم الهورة رجم الصافية بئر الدران وفر العدى إضافة إلى حقل نفط الثورة ومحطة نفط الرصافة دمر الجيش العربي السوري تحصينات وآليات لإرهابي تنظيم داعش في دير الزور وواصلت وحدات من قوات المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة عملياتها شرق تدمر وسيطرت على 112 كم مربعا خلال الساعات الماضية عمليات عسكرية مكثفة تخوضها وحدات الجيش العربي السوري بمواجهة الإرهاب على أكثر من محور فعلى الجبهة الشرقية تركزت عمليات الجيش ضد تجمعات تنظيم داعش الإرهابي وأوكاره في مناطق عدة ضربة جوية نفذها الطيران الحربي على تحصينات وآليات لإرهابي داعش في حويجة كاطع والمهندسين والجفرة ومحيط المطار العسكري بدير الزور أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم سلاح المدفعية وجه بدوره ضربات مركزة على أوكار وتحصينات إرهابي داعش في محيط مدرسة البانوراما ومحيط تل بروك وغرب الإذاعة بقرية عياش والثردة ومحيط المطار العسكري وحي الحويقة ما أسفر عن تدمير دوشة من محصنة والقضاء على أعداد من الإرهابيين بالتوازي مع ضربات مدفعية دمر الطيران الحربي السوري تجمعات وآليات لإرهابي التنظيم التكفيري وأوقع أعدادا منهم قتلى ومصابين في حي الحميدية والبانوراما وقريتي الإبغيلية وعياش إلى ذلك وصلت وحدات مقواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة عملياتها شرق تدمير وسيطرت على مائة واثنى عشر كيلو مترا مربعا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأمنت المحطة الثالثة وغيرها من المناطق جنوب شرق تدمير وكبدت تنظيم داعش الإرهابي خسائر كبيرة ارتكب طيران ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تحت مزاعم الحرب على تنظيم داعش الإرهابي مجزرة جديدة بحق المدنيين السوريين راح ضحيتها 12 مدنيا من عائلة واحدة جراء قصف جويا لمنطقة تل الشاير برف الحسك الجنوبي الشرقي قرب الحدود السورية العراقية أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن اعتداء طائرات التحالف الأمريكي على طائرة سورية كانت تقوم بواجبها ضد تنظيم داعش الإرهابي يكشف بما لا يدعو مجالا للشك حقيقة الموقف الأمريكي داعم للإرهاب مطالبة مجلس الأمن بالخروج عن صمته وإدانته مثل هذه الأعمال العسكرية الجبانة والطائشة وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أكدت فيهما أن الاعتداء المتحمد لطائرات التحالف الأمريكي على طائرة سورية في يوم الثامن عشر من حزيران عام 2017 كانت تقوم بواجبها ضد تنظيم داعش الإرهابي يكشف بما لا يدعو مجالا للشك حقيقة الموقف الأمريكي الداعم للإرهاب مطالبة مجلس الأمن بالخروج عن صمته وإدانة مثل هذه الأعمال العسكرية الجبانة والطائشة الوزارة أضافت أنه من المعيب أن تبرر الولايات المتحدة فعلتها النكراء من خلال ترويجها لأكاذيب مكشوفة عبر بيانات رسمية أبعد ما تكون عن الحقيقة وخاصة أن الطائرة الحربية السورية وخلافا لما ادعاه الجانب الأمريكي قد سقطت في منطقة قريبة من الرصافة التي يسيطر عليها داعش إضافة إلى أن الطيارة السورية شوهد يهبط بمظلة في مناطق يسيطر عليها داعش وزارة الخارجية أوضحت أن هذا العدوان العسكرية الأمريكي لا يمكن فصله عن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة وتحالفها ضد الجيش العربي السوري وحلفائه في منطقة التنف إضافة إلى الضربات غير المبررة التي وجهها هذا التحالف ضد المدنيين الأبرياء في شمال منطقة الرقة وغربها والتي أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين الأبرياء وتشريد ما يزيد عن مئة وعشرين ألفا من أهلها وفيما لفتت الوزارة في رسالتها أن الجمهورية العربية السورية تحذر من انعكاسات هذا العمل الإجرامي على جهود مكافحة الإرهاب أكدت أن هذا العدوان الأمريكي السافر لا يمكن اعتباره إلا انتهاكا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وللسيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية وللقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة أعرب المتحدة باسم الأمم المتحدة استفان دوغاريك عن قلق الأمم المتحدة من التطورات الأخيرة في سوريا داعنا إلى توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب وإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا وقال دوغاريك أن هذه الأحداث تزيد من قلقنا العميق حول خطر الخطأ في الحسابات وتصعيد النزاع في سوريا ونعتقد أن هذا الخطر يزيد عندما لا يتم توحيد الجهود لقتال داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة وبدورها أكدت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أنه لا حل للأزمة في سوريا إلا بالطرق السياسية مشيرة إلى أن استهداف طيران ما يدعى التحالف الدولي لطائرة مقاتلة سورية يدل على ضرورة تسوية الأزمة في أسرع وقت ممكن وقالت موغريني في ختام لقاء وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اللوكسنبورغ إن هذا الحادث ليس سوى دليل على ضرورة تسوية الأزمة في سوريا بأسرع وقت ممكن وما حدث أظهر عدم موجود بديل لحلها بطرق سياسية أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية اعتبارا من يوم أمس الأثنين وفي بيان صادر عنها حذرت الدفاع الروسية من أن وسائل الدفاع الجوية الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر في مناطق عمل قواتها في سوريا كهدف لصواريخها مشيرة إلى أن واشنطن لم تتواصل مع الجانب الروسي قبل الاعتداء على طائرة على طائرة سوة 22 السورية رغم تواجد طائرة في المنطقة واعتبرت الوزارة أن أسقاط الطائرة السورية كان انتهاكا متعمدا لمذكرة أمن التحليقات في الأجواء السورية بدورها حذرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة مجددا من تكرار اللجوء إلى القوى العسكرية ضد الجيش العربي السوري سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قال في أول رد روسيا رسمي على الضربة الأمريكية التي أسفرت عن إسقاط طائرة حربية سورية بريف الرقة إن موسكو تلقت بقلق وانزعاج نبأ الضربة التي استهدفت طائرة تابعة لسلاح الجو السوري وأسفرت عن أسقاطها وتابع أن الهجوم المباشر على طائرة تابعة للجيش العربي السوري يعد خطوة جديدة في اتجاه التصعيد الخطير وشدد قائلا نحن نحذر واشنطن من تكرار اللجوء إلى هذه الأسالي وتعقيبا على الموقف الروسي بتعليق العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو في الأجواء السورية أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال جو دانفورد أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة التنسيق مع روسيا حول تجنب وقوع حوادث وسلم التحليق الطيران خلال العمليات في أجواء سوريا وقال دانفورد سنعمل على المستويين الدبلوماسي والعسكري خلال الساعات المقبلة لإعادة خط تجنب الاستضام بين الطائرات الأمريكية والروسية وفي السياق ذاته أعلن الليفتانت جنرال داميان بيكارت المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية عن تغييرات على مواقع تحليق الطائرات الأمريكية في الأجواء السورية تتكرر المحاولات العدوانية الأمريكية في كل مرة يحرز فيها الجيش العربي السوري إنجازا في الميدان وبالمقابل تبرز أهمية رسائل التحذيرية الروسية الإيرانية لعدم عرقلة العمليات العسكرية والقضاء على الإرهاب تقرير يما مواكد متغيرات ميدانية متسارعة تحكم المشهد السوري بالتزامن مع التقدم في مواجهة تنظيم داعش الإرهابية وبعد وصل الحدود السورية العراقية والاتجاه شمالا عاد الموقف الأمريكي لتسجيل بصمة دعم الإرهاب وتكرار اعتدائه على السيادة السورية هذه الاعتداءات اندلت على شيء فإنما تدل على بداية نهاية المشروع الأمريكي في المنطقة طبعا الدلال على ذلك كثيرة جدا منها أول انهيار تنظيم داعش الإرهابي الذي قاموا ببنائه وصنعه وتمويله باعترافاتهم أنفسهمهم بالإضافة أيضا إلى سقوط أدواتهم في المنطقة بالإضافة أيضا إلى تشتت المعارضة المسلحة رسالة دعم الإرهابيين يقابلها دحرهم من قبل الجيش العربي السوري على الأرض ومن الجو صواريخ إيرانية تحذيرية برسائل أبعد من هدفها التي وصلت إليها محور المقاومة في المرصاد لكل تصعيد استفزازي أصبحنا الآن أكثر جدية في المحاربة وأعتقد أن القيادة العسكرية في سوريا وفي روسيا وفي أيضا دعينا نقول في غرفة الحلفاء هي أصبحت جاهزة للرد على ذلك إذا استمرت العمليات العسكرية على ما هي عليه الآن فمعنى ذلك أننا إن شاء الله على موعد كبير جدا مع النصر على موعد مع وصل الجغرافيا السورية التي حاولوا تقطيعها إلى أوصال متعددة ولكن بهمة الجيش العربي السوري الآن بدأنا عملية الاتصال وبعملية امساك الجغرافيا السورية من كل الجوانب إنجازات ميدانية يرافقها في كل تقدم إصرار دولي على إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا أما روسيا فتحضر الولايات المتحدة من تكرار اعتداءاتها على الجيش العربي السوري عندما يثمر القرار الاستراتيجي إنجازا في الميدان تعود محاولات قلب المعادلات العدوانية لتفشل مرة أخرى في إحراز هدفها أهمية الرسائل التحذيرية من محور مكافحة الإرهاب تشكل نقطة واضحة في مسار الحل السورية من دمشق يما مواكد الأخبارية السورية أعلنت وزارة الخارجية الكزاخية أن اجتماع أستنى حول الأزمة في سوريا سيعقد في الرابع والخامس من تموز القادم مدير دائرة الإعلام في الوزارة أنور جينكوف قال إن الدول الضامنة لوقف الأعمال القتالية في سوريا تخطط في إطار الجولة الخامسة من أستنى لبحث الوثائق التي تنضم معالم مناطق تخفيف التوتر موضحا أن المشاركين في الاجتماع يخططون لمناقشة الوضع في سوريا وكذلك تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماعات أستنى السابقة بما في ذلك إنشاء مناطق تخفيف التوتر إضافة إلى مناقشة قضايا إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وإعادة بناء البنية التحتية في إطار المذكرة الخاصة بشأن إنشاء مناطق تخفيف التوتر أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في جينيفا السفير حسام دين آل أن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي الإنساني وللحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني والسوريين من أبناء الجولان المحتل التي تشمل ممارسة القتل غير المشروع والاعتقال التعسفي والتهجير القسري وفرض العقاب الجماعي والحصار والإغلاق لمناطق بأكملها والقيود على الحركة وتشتيت الأسر السورية في الجولان المحتل ومنع السوريين من التواصل مع أقاربهم أو متابعة دراستهم في سوريا والاستيطان وما يرافقه من مصدرة للأراضي وهدم للمنازل وسرقة الموارد الطبيعية هي ممارسات تمييزية ممنهجة وانتهاكات للالتزامات القانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي توجب على مجلس حقوق الإنسان الاستمرار برصدها وإدانتها في إطار البند السابع سيطر الجيش العراقي على مساحات واسعة في صحراء الأنبار غرب العراق قرب الحدود مع سوريا وقضى على العشرات من إرهابيي داعش زينب مخلوف والتفاصيل على مشارف النصر وتحرير الموصل كاملة يواصل الجيش العراقي عملياته ويسيطر على منفذ الوليد الحدودي مع سوريا والشريط المتبقي بين الحدود العراقية السورية الأردنية المشتركة كما بدأ عملية اقتحام الأحياء القديمة في السحل الأيمن لمدينة الموصل وتحريرها من إرهابيي داعش الجيش العراقي يسيطر على مساحات واسعة في صحراء الأنبار غرب العراق قرب الحدود مع سوريا ويقضي على العشرات من إرهابيي داعش على الخط نفسه أكدت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها أن تشكلات الفرقة السابعة نفذت عملية أمنية واسعة في الصحراء الغربية باتجاه وادي حوران بإسناد ومشاركة الطيران الحربي أدت إلى السيطرة على منطقة السكرة والقضاء على ثلاثة وأهبية من تنظيم داعش وتدمير عربتين مفخختين وتفكيك أعداد كبيرة من العبوات النسفة بيان الوزارة العراقية أشار أيضا إلى أن القوات بدأت عملية باتجاه الطريق المؤدي إلى مناطق عنا وراوى والقائم في محافظة الأنبار بعد سلسلة من التحضيرات وفي محافظة نينوى قد اللواء الثالث عشر في الحشد الشعبي على ثمان من إرهابيي تنظيم داعش ودمر عددا من سياراتهم على الساتر الحدودي بين العراق والسوريا من جهته معاون قائد اللواء أحمد نصر الله أكد في تصريح له أنه تمت إبادة القوى المهاجمة بالكامل خلال محاولتهم فتح ثغر في الساتر على الحدود العراقية السورية مشيرا إلى مشاركة الطيران الحربي العراقي في صد الهجوم استشد طفل يمني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء غارات نفذتها طائرات العدوان السعودي على منزل في منطقة حيسي سالم بمحافظة الحديدة غرب اليمن أدى كذلك إلى تدمير المنزل بالكامل وردا على هذا العدوان استهدفت وحدات المدفعية للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات الجيش السعودي في جيزان وناجران وعسير في حين لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات متفرقة في الجبهات الداخلية وسبق ذلك استهداف القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لجنود النظام السعودي ومتزقته في عدة مواقع محققة إصابات مباشرة في صفوفهم ومن جهة أخرى أكد المتحدث باسم القوات اليمانية العميد ركن غالب لقمان أن الخيارات العسكرية للجيش واللجان الشعبية مفتوحة على جميع الصعود الميدانية للرد على جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي المستمرة بحق الشعب اليمني وقال لقمان أن قدراتنا العسكرية هي الآن أفضل من أي وقت مضى ونحن بصدد ترجمة واقع جديد في الميدان لتقويض تحركات العدو ومهاجمة جميع قواعده العسكرية الاستراتيجية داخل العمق السعودي التي يستخدمها لشن عملياته العسكرية ضد اليمن يأخذ الصراع بين النظامين السعودي والقطري منحا جديدا في الأزمة التي دخلت أسبوعها ثالث دلائل جديدة على قيام مشيخة قطر بتمويل الإرهاب وتسريبات بأن نظام الرياض مولى الحملة الانتخابية لرئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو تصاعدت الاتهامات التي تبادلها كل من النظامين السعودي والقطري بشأن تمويل الإرهاب ما دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى الكشف عن تمويل قطر للإرهاب في المنطقة طيلة السنوات الماضية مع استمرار السياسة واشنطن في قبض الرشوة منها حيث تمد الأخيرة يدها طالبة العون والمساعدة لمواجهة حصار الشقيقات اللدودات بعد أن فقد ممويل الإرهاب الثقة ببعضهم وتسابق الارتماء في الحضن الأمريكي الوزارة الأمريكية كشفت عن تورط النظام القطري في تمويل ودعم المنظمات الإرهابية المتطرفة بحجم تمويل وصل إلى نحو 64 مليار دولار بين عامي 2010 و2015 ووفقاً لما نشرته صحيفة الجزيرة التابعة للنظام السعودي فإن النظام الدوحة يعاني من أزمة استعادة الثقة الخليجية والعربية بإصراره على السياسة التأمر ضد ما يسمى جيرانه وأشقاءه وتهديد أمنهم الوطني متناسية تأمر النظام الذي تتبع له أيضاً على القضايا العربية والقومية والدعم الوهابي للإرهاب في سوريا والعراق في المقابل كشفت تسريبات وثائق بنما أن نظام الرياض مولى حملة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بن يامين نتنياهو خلال الانتخابات التشريعية عام 2015 تسريبات وثائق بنما أن العاهلة السعودي الملك سلمان مولى حملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو الأهم واللافت في هذه الأزمة أن الدول الأربع والنظام السعودي على وجه الخصوص خسر الكثير من قوته النعمة ويتمثل هذا بوضوح في عدم تجاوب حكومات كثيرة في دعوتها لهذه الحكومات في الاستفاف خلفها وقطع العلاقات مع النظام في قطر نظام الدوحة الخاسر الأكبر من هذه الأزمة لأن خصومه نجح جزئيا أو كليا بإلصاق تهمة الإرهاب به وحده رغم أن كل من الرياض والدوحة يتشاركان بدعم التكفيريين وفي الختام تذكير بأبرز العناوي وحدات الجيش تسيطر على مدينة الرصافة وعلى أكثر من 20 بلدة ومزرعة في ريف الرقى الجنوبي وتبسط سيطرتها على 112 كم مربعاً شرق تدمر سوريا تؤكد أن اعتداء طائرات التحالف الأمريكي على طائرة سورية في ريف الرقى كشف حقيقة الموقف الأمريكي الداعم للإرهاب وواشنطن تسعى لإعادة التنسيق مع روسيا حول تجنب وقوع حوادث وسلامة تحليق طيران خلال العمليات في أجواء سوريا شكراً لطيب المتابعة ونلقاكم على رأس الساعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة